علقت شقيقة كريستيانو رونالدو على الأخبار المتداولة بشأن انتقاله إلى نادي النصر السعودي حيث نشرت العديد من الصحف العالمية أنباء تفيد باقتراب الأسطورة البرتغالية من التوقيع مع نادي النصر في صفقة ضخمة حيث قالت صحيفة ماركال إسبانية بأن رونالدو أصبح قريبا جدا من التوقيع للنصر بعقد تقترب قيمته من 200 مليون يورو سنويا في صفقة ضخمة ستكون من بين الأكبر في تاريخ كرة القدم أما الصحفي الأول في أخبار الانتقالات فابريتسيو رومانو فذكر أن النص ليس لديه أي خطة للتراجع ويأمل بتوقيع العقد حتى عام 2025 لكن بشكل مفاجئ شاركت إلما أفيرو شقيقة الدون صورة عبر حسابها الرسمي بموقع انستكرام لمنشور إخباري يخص الصفقة وعلقت عليه قائلة حكاية نهاية العام مع إضافة رموز تعبيرية ساخرة مما أثار الجدل حول احتمالة عدم إتمام الصفقة وكان قد ارتبط اسم كريستيانو بالنصر في الأسبوع الأخيرة بعدما فسخ منشستر يونيتد عقده بالتراضي عقب إجراء النجا البرتغالي حوارا تلفزيونيا مع الصحفي بيرس مورجان والذي هاجم من خلاله النادي والمدير الفني إيركتيني هاج وبعد فسخ التعاقد مباشرة خاض رونلدو كأس العالم في قطر لكنه رحل من ربع نهائي بعد الخسارة أمام المغرب واحد صف علما بأنه شارك كبديل في مباراتي ثمن نهائي أمام سويسرا ودور الثمانية الأخير وساهم رونلدو بهدف وحيد في المونديال أحرزه بالجولة الأولى من ركلة جزاء بينما توج غريمه ليوني الميسي باللقب مع الأرجنتين وحصد جائزة أفضل لاعب